أهلا بكم أعزائي المتابعين الحلقات التي نقدمها في هذا البرنامج غالبا ما تكون لها علاقة وطيدة بالحلقات السابقة ولهذا غالبا ما أبدأ الحلقة بالإشارة إلى الحلقة السابقة وأقدم مختصرا بسيطا ليساعد على تذكير المشاهد الكريم لكن البعض منكم أعزائي الكرام يرى أن هذه المقدمات تنقس من مدة البرنامج الذي هو في الأصل عشر دقائق فقط فيطالب معارا وتكرارا بتمديد مدة الحلقة لكسب المزيد من المعلومات وضمها لرصيدهم المعرفي أقول لهؤلاء الأفاضل أحيي فيكم هذه الرغبة في أخذ المزيد والمزيد من المعلومات التي ترونها مفيدة في المقابل هناك من أو من المتتبعين من لا يهمه الموضوع كثيرا وبالتالي عشر دقائق طويلة جدا بما يقدم على وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم من يعتبر كلامي كله هراء لأنه لا يطق سوى بما قاله الشيخ فلان وعلان ولهذا أرى أن كمية المعلومات التي أقدمها وتحتاج منكم مراجعة وتدقيق فهي مدة معقولة وأنا آسف لمن يريد المزيد فربما يستطيع الحصول على فيديوهات طويلة وبالساعات على اليوتوب أو الكلوب هاوس أتحدث فيها عن هذه المادة وهي التاريخ المبكر للإسلام نعود لموضوعنا السابق فقد رأينا في الحلقات الماضية موقف القرآن من اليهود والمسيحيين والنصرانيين والأبيونيين ورأينا أن الفرقة الأبيونية هي الفرقة الصالحة من أتباع موسى والمسيح وقيل فيهم آيات المدح والتناء على هذه الفرقة كصورة آل عمران الآية 114 وربما كانت لمحمد بالفعل علاقة جيدة مع بعض أتباع هذه الفرقة يجالسهم ويحاورهم ويقترب منهم رغم كون معظمهم من العبيد في مجمعه حسب المراجع الإسلامية ولهذا اتهمه خصومه بالأخذ عنهم أو عن الأولين كصورة النحل آية 103 والفرقان الآية 4 والقلم آية 15 وغيرها كل المؤشرات تفيد أن هذه المجموعة كان لها تأثير مباشر وقوي على نشأة الإسلام الذي نعرفه وليس لنا سوى القرآن كشاهد على بقايا وجود مثل هذه الفئة في القرن السابع الميلادي ولم يصبح هذا القرآن متاحا للقراءة في المصاحف حتى عهد عبد الملك بن مروان على أبعد تقدير هناك من سوف يقول أو يعلق بأن مخطوطة برمينغهام حسب علماء المخطوطات تعود لعصر الصحابة هذا القول ليس سليما من الناحية العلمية رغم وجود مجموعة من الأكاديميين صرحوا بهذا القول نعم الأستاذ سوزان وولور هي مديرة قسم مجموعة المخطوطات بمكتبة جامعة برمينغهام إلا أن إدارة المكتبة ليس لها علاقة بالخبرة في مجال مخطوطات القرآن القديمة كذلك الأستاذ توماس ديفيد متخصص في مقارنة الأديان أو حتى الدكتور البريطاني المدعو محمد عيسى والي وهو أمين المخطوطات الفارسية والتركية في المتحف البريطاني لم يكن موفقا في نشر هذا الادعاء في 2015 نظرا لاستخدام الفحص بالكربون المشع الذي لا يقدم عمر المخطوطة بدقة ففيه نسبة احتمال تفوق الخمسين سنة زيادة أو نقصان نتائج قدمت لنا مرحلة ما بين 568 و 645 ميلادية بنسبة 95.4% إلا أن الفحص وقع على الرقعة وليس على الحبر ولقد قام مجموعة من المتخصصين بفحص طرص صنعاء في خمس مختبرات مختلفة والنتيجة مذهلة تراوحت ما بين 388 و 669 ميلادية كما يتبين من الجدول التالي إذن بحسب نظرة مجموعة بيرمينغهام يمكن أن نقول إن طرص صنعاء كتب قبل ولادة محمد بفترة طويلة وهذا لن يقبلوه وعلى رأسهم الدكتور محمد عيسى ولي وعندما نعرف لماذا هذا الادعاء يبطل العجب نعود لموضوعنا الأساسي وننظر للعملات الإسلامية الأولى نلاحظ بداية وجود مقاطع بسيطة من القرآن في عملة عبد الملك مثل الله أحد والله السمد مما يجعل الباحث يستطيع القول دون شك أن القرآن عرف بداية طريقه نحو التوثيق في عصر عبد الملك رغم وجود تأثير نصراني واضح في العملات التي قبلها من وجود صلبان ورأس يحنى المعمدان والمينورة الشمعدان اليهودي وغيرها في عصره بدأ بناء قبة الصخرة وشكلها ثماني الأضلاع لا يوافق البناء الإسلامي المعروف فهذا الشكل يتطابق تماما مع الهندسة الرومية البيزنطية للكنائس القديمة فلو أخذنا على سبيل المثال كنيسة سانتا كوستانزا في روما وهي عبارة عن ضريح لبنت الأمبراطور قسطنطين الأول يعود تاريخ بناء هذه الكنيسة إلى حوالي 350 ميلادية كذلك كاتدرائية بصرة الشام تعود لسنة 512 ميلادية وأهم الكنائس التي تهمنا في هذه الحلقة هي كنيسة بعلبك التي بنيت على أنقاض المعبد هليو بوليس وعلى الأرجح أنها الكنيسة التي أخذ الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك قبتها وضعها على مبنى قبة الصخرة لتكملة البناء لأنها تحمل نفس الشكل الهندسي أكتوغونال لقبة الصخرة وهذا الخبر يوجد في كتاب تاريخ ابن البطريق الذي توفي سنة 328 هجرية يقول عن الوليد بن عبد الملك أنه قلع قبة كانت للنصارى في كنيسة مدينة بعلبك وكانت القبة من نحاس مطلية بالدهب فنصبها على الصخرة وأمر الناس بالحج إلى الصخرة بين قوسين قبة الصخرة وهذا الخبر أن المسلمون الأوائل كانوا يحجون في بيت المقدس كذلك آتار كنيسة قديمة بنفس الشكل الهندسي وتسمى كاتيسما أو مقام مريم من القرن الخامس الميلادي توجد بين القدس وبيت لحم عطر عليها سنة 1992 عند بناء طريق السريع نرى بوضوح وجود محراب كمحراب المساجد في الإسلام سميت هذه الكنيسة بهذا الاسم مقام مريم لأنه يعتقد أنه المكان الذي جاء فيه المخاض لمريم أم المسيح بحسب إنجيل يعقوب إنجيل الفرقة الأبيونية التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية وهو من أناجيل أبوكريفا التي رفضتها الكنيسة المسيحية والمكان الذي أمرت مريم أن تهز النخلة كما جاء في سورة مريم الآية 23 إلى 26 هذا الشكل الهندسي الدائري البيضاوي لاكوبول يرمز لقبة السماء والولادة الجديدة والقبة تنطق في بعض اللغات واللهجات كبة والكبة في الأصل بحرف العين أضغمت في حرف الباء أي الكعبة ككعب الرجل وكواعب أترابة كما جاء في سورة النبأ الآية 33 إذن الكعبة الحقيقية هي على شكل دائري أو بيضاوي ترمز إلى قبة السماء كما قلنا وليست معبد للأصنام والأوتان كما جاء في سيرة ابن إصحاق عن الكعبة إلا إذا كانت في الأصل مبنية على معبد وتني كما هو الحال في كنيسة بعلبك التي رأينا يقول جواد علي في مفصله تاريخ العرب قبل الإسلام أن الجزيرة العربية كانت تحتوي على 23 كعبة ككعبة اليمنية والشامية على سبيل المثال كما يذكر في السيرة الحلبية وابن الأثير والأزرقي ونهاية الأرب أن محمد عند فتح مكة دخل إلى جوف الكعبة فوجد صورا للملائكة والأنبياء وطلب من الفضل بن العباس أن يطمس كل هذه الصور ولا يبقي سوى على صورة المسيح وأمه مما يدل لو صحت الرواية أن الكعبة في الأصل كانت كنيسة وليست معبدا لعبادة الأصنام كما قيل خلاصة الحلقة أقدم البباني الإسلامية كقبة صخرة والكعبة كانت في الأصل كنائس نصرانية تحمل تأثيرا قويا من الكنائس المسيحية خاصة البيزنطية نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر